لا جوه ولا بره هذا الأمر جميل السؤال أحمد شاكر لو في شائتين مخالفتين يعني في مخالفة في دور واحد واحد منهم تصالح والتاني رفض التصالح ازاي هتتعاملوا مع الحالات اللي زي كده واللي هي موجودة في كل المواحفة الظهرات ده برضو من ضمن الأسئلة اللي جاءت لنا أخوة فنم بعد انتهاء المهلة المحددة اللي هي تلاتين تسعة الفين وعشرين في حلين قدام المواطن إذا لم يتقدم للدخول تحت مظلة القانون سبعتاشر لسنة الفين وعشرين المعدل لكون واحد لسنة الفين وعشرين هو الإزالة أو فصل المرافق عن العقار الشائتين دول الشقة اللي هي التي تقدمت للتصالح هو قنا وضعه ودخل تحت مظلة القانون وتصالح مع الدولة على هذا الأساس بيتم إيقاف جميع الإجراءات حيال هذا المواطن اللي هو التزم وتقدم للتصالح المواطن في الشقة المقابلة الذي لم يتقدم للتصالح في حل فصل المرافق عن هذه الشقة